السلام عليكم ومرحبا بكم على قناتي بايز المملكة ان شاء الله تكونوا باحسن احوان جدكم تاني بالجديد اللي هي طرطة سباكيتي او تشيز كيك سباكيتي اللي كتجي رائعة وسهلة تحضير وبندون فرن وبدون بيض مكونات ابساط كتتحضر في دقائق والنتيجة اللي كتجي اكتر اكتر من رائعة الديدة بالزافي لاحبت تعرفوا تشوفوا الفيديو معلكم الا تتابعوا الفيديو الاخر ولكنتوا اول مرة كتشوفوا قناتي ما ستشاركوا فيها والضعط على الجرس باش توصلوا بالجديد على قناتي والان خليكم مع الفيديو فرجموا متعة للجميع لعمل الوصفة نحتاج الى 250 جرام من البسكوت المفروم جيدا 150 جرام من الزبدة المدعبة هذه طبقة الارضية او طبقة البسكوت اما طبقة الكريمة فنحتاج الى 500 جرام من شبايزيك بارك او الجبن كريمي مثلا فيلاديليفيا او جبلي الناس اللي عايشين في المانيا رك يعرفوا هاد النوعية نحتاج الى 200 جرام من الكرز المعلب ممكن لكم تعاوضوا باي فواكه مثلا الفريز او التوت نحتاج الى كريم شونتي علبة توتين كريمي ممكن لكم تسبدلوها ب300 جرام من شلاق زاني اي الكريمة السائلة بنسبة لبنات اللي في اسا سبقو سؤولوني عايشة في المانيا ما عارفينش شنو سميت الكريمة السائلة فهي سميتها بالالمانيا شلاق زاني غنوريكم العلبة هي هادي في هاد النوعية والنوعية عبارة عن حق التباع موجودة في جميع المحلات هاد من النوع عند بيني نوعية مزيانة نحتاج الى 250 ملي من الحليب اللي غني نخفق في هاد البودرة كذلك الى فانيليا سائلة او اي نوع انتم عندكم هاد نوعية جيدة بصراحة هاد تعطي واحد نكهة مميزة اما لطبقة الاخيرة طبقة البودنج نحتاج الى 500 ملي من الحليب البارد الى كيس من البودنج او الكاسترد هاد وشكل هاد يالو نكهة الفانيليا 37 جرام الى ملعقتين كبار من السكر اي 40 جرام هاده هم المكونات الان بدأوا طريقة تحضير خليكم معي الاخر الفيديو اما الان بسم الله بدأوا على بركتي الله اول حاجة بدأوا فيها هي طبقة البسكوت بطبيعة الحال ناخدوا البسكوت اللي سبقنا افرمناه مع الزبت المدابة ونخلطوا المكونات جيدا حتى نحصلوا على خليط مثل العجينة حاولوا تجيبوا البسكوت من النوعية الجيدة باش يعني في الاكل تحسوا بطعمه اطيب كذلك نوعية الزبدة تكون جيدة هنا خلطتوا في اغمق لانه ذاك الاناء كان صغير حاولت نخلطهم جيدا بالملعقة فقط يعني مش بحاجة اليد من بعد قم بوضعه من خلطهم في قالب تشيز كيك قطره 18 سنتي يعني صغير يعني هاد الكمية فقط 18 سنتي اللي غادي نكون سبقلية عملت له ورق البلاستيك الغدائي من كيف غادي تشوفوا ان شاء الله ومن الجواند عملت له ورق الزبدة باش نتأكد انه ما غاديش سقلية في التقديم نحصل على شكل شكل يكون مزيان ومقعد وهذا الورق الزبدة عملت له من تحت قليل من الزيز باش الورق يمسك في الجوانب هذي كفكرة يعني اللي بغا يعملها كي بقى تشيز كيك يعني شكله منظم من بعد غنقوم بإضافة البسكوت في الطبقة الأرضية فقط بالملعقة نحاول نضغط جيدا يعني حاولوا تضغطوا جيدا نخذوا الوقت الكافي وعملوا الطبقة تكون مسطحة وشكلها مرتب يعني يكون بشكل متساوي باش حصلوا إلى نتيجة مرغوبة يعني من بعد ما تأكد اني ضغطوا جيدا بالملعقة هذا هو الشكل يالله هنحطوا على جنب أو نحطوا بالبراد أي التلاجة الحين نكملوا باقي الخطوات في إناء هنقوم بأخذ الحالي بيكون بارد وغنقوم في خفق الكريمة الكريمة يعني يمكنكم تعملوا فقط الكريمة السائلة ماشي مشكيل أنا هنا استعملت كريمة البودرة وغنقوم بوضع قليل من الفانيليا هذه النوع فانيليا كثير رائعة بصراحة الطعم ما تكون أقوى من السكر الفانيليا وهنقوم بخلط المكونات بالكامل حتى يتخفق لنا الكريمة ويصير قوامها متماسك وهنا كملتها لم يأخذ ماء إلا ثلاث دقائق تقريبا في إناء أكبر منه سنقوم بوضع هذا الجبن الخاص بالشيز كيك أي الكوارك سباق لي عملت لكم فيديو سابق على الشيز كيك يأتي رائع اللي بقي ما شافوش يشوفو هنحط لكم الفيديو في أسفل خانة الوصف الكوارك نوعيته بصراحة كيجي لديد ويمكن لكم بتستعملوا فقط الجبن الكريمي إلا ما توفرش عندكم تهو كيجي لديد ونخلطوا المكونات كاملة كذلك الكريمة اللي خفقتها ونخلطوا العناصر جيدا مع الكرز المعلب يمكن لكم استعملوا الفريز أو استعملوا أي فواكن أنتم متوفرين عليها ونخلطوا حتى نحصلوا على خليط متجانس بشكل دائري كيف كتشوفوا في الفيديو من معد ما حلط الخليط جيدا سنقوم إضافة الخليط فوق طبقة البسكوت بالكامل وكذلك نحاول نقذ ونعطيها شكل جمالي ونقذ الطبقة الأرضية يعني ما تعملوش طبقة يعني شي عالي شي نازل يعني حاولوا تخلطوا الخليط بشكل متوازي الجميع القلب اللي عندنا ومشي ضروري إلا ما قددوش السطح الفوق جيدا لأنه غيتغطى من قبل يعني من بعد يعني ما شي ضروري تقذوه يعني بارفكت وهذا وشكل ديالو كيف كتشوفو غنحطو في المبرد الحين نبدو الطبقة الثالثة خليكم معايا في طنجرة سنقوم بوضع الحليب الآن سنقوم بوضع بعمل البودينج أو الكاسترب أو الكريم باتيسير كل واحد كيفاش كيسميه الحليب والسكر تقريبا ملعقتين يعني 40 جرام نقوم بأخذ قليل من الحليب نقوم بوضعه في خليط في بودرة البودينج يعني ضروري تعمل الخليط بحل مع الطريقة لأنه كيف كنعرفو أنه ما كيتخلط الشعص الصخن باش ما يتكوش لكم حبيبات خلطوا بحماك الحين ما يصخل لكم الحليب وبعد ها تقوموا بإضافة الخليط بعد ما يصخل الحليب نقوم بإضافة الخليط البودينج تدريجيا مع التحريك ومن غنحسوا أنه الخليط صار عاقد أي متماسك هنا غنعرفو أنه صاف يخلص غنقوم بإضافة الغاز ونحطوه على جنب هذا هو الشكل دياله تقريبا كمل لنا الاستواء دياله يعني ما كيحتش وقت طويل فقط كتحركوا بدعة يعني تقريبا شي دقيقة من بعد ما كيسخن الحليب وكيكون البودينج جاهز والآن دور التزيين هنا عملت قليل من الكرز اللي كيكون معاه في العلبة عملت له قليل من النشوح حصلت على ذيك الخالط كيف كتشوف ومكلكم تعملوا فقط مربع أو أي حاجة أنتم ما عندكم يمكن كذلك تستغنوا عن هذه الخطوة وكذلك عملت البودينج كيف كتشوف في جيب حلواني وقمت بتقبو قليلا من تحت فقط بعود الأسنان ومن بعد نقوم بإضافة هذه الخطوط عشوائية يعني ماشي ضروري تفنوا فيه يعني فقط حطوها عشوائي وحاولوا ما تقيسوش الجوانب فقط من الوسط كيف كتشوف نحصلو على هاد النوع سباكيتي كيف كتشوفو شكل وشكل سباكيتي كي جي شكل جميل وشي حاجة اللي مغايرة على المعتاد والنتيجة كتجي رائعة بطبيعة الحال والديدة والبودين كيف كتشوفو ركب قم متماسك هنا فاشكملت البودين اللي عنا خذت الكارز فقط للتزيين هنقوم بوضعه فوق سطح التشيز كيك فقط للتزيين هنقوم بوضعه في الجوانب وقذلك هنقوم بوضع السائل اللي عملته سائل الكارز مع النشا يمكن لكم توضعه فقط المربع ونقوم بالتزيين والتزيين طبعا الحال ركي بقى اختياري كل واحد والذوق دياله كل واحد وشتو كيبغي يمكن لكم تزيينه كيف ما بغيته هاد الشكل اللي عملته انه كأنه صلصة يعني حمراء بما انه سباكيتي يعني هذه الصلصة الحمراء تبع الطماطم كيوحي بهذا الصورة انه صلصة اللي عملت هاد نوع من تزيين بما انه بما انه اسمه تشيز كيوحي سباكيتي حاولي حاولنا حاولنا نعملو نفس نفس الشكل تبع سباكيتي كيف يكون وهذا وشكل دياله الان معلي نخلي في المبرد اقل حاجة اربع ساعات في البراد ومن بعد قدموه بالصحة والراحة شكل نهائي حبيباتي تشيز كيوحي سباكيتي وهذا كنقدمو لكم بالصحة والراحة بعد مبرد جيدا قدمت لكم كيجي من اروع ما يكون شكلا وطعما والاهم من ذلك انه ما كيحتاش وقت كتير وما كيحتاش الفرن يعني فقط بضع خطوات وكتحصلوا على هذا القالب الجميل الرائع نتمنى لإعجابكم هذا تشيز كيك هذا تلبية لطلب بعض الأخوات اللي يطلبون مني نعمل لهم أنواع تشيز كيك من سبق لي عمل لكم فيديو تشيز كيك الألماني من دون طبقة أرضية وبدون دقيق نعمل لكم كذلك إلا حبيتوا أنواع تشيز كيك معكم إلا تعملوا لي لايك باش نعطيكم أكثر من الفيديوهات الرائعة إن شاء الله والجميلة والجديدة بطبيعة الحال في قناتي كنشكر كل واحد كيكتب لي تعليق كيف ما كان كنشكر أنه كياخذ من وقت ديالي وكيحضر الفيديو ها ديالي وكيرح بالبنات الجداد للتحق بي جديد في القناة ديالي كنقول لكم مرحبا بيكم إن شاء الله تعجبكم هاد القناة وتستفدوا منها وإي سؤال أو استفسار أنا في الخدمة مع لكم إلا تكبروا في التعليق هذا شكل ديالو من الداخل حبيت نقسمه لكم كيجي لديد بزاف نتمنىكم تجربوا وتشاركوا مع أصدقائكم وحبابكم من أعجبكم ولكنتوا أول مرة كتشوفوا قناتي ما ستشاركوا فيها وكذلك الضغط على الجرس بس تبصدوا بالجديد والآن مع لي إلا نقول لكم بسلامة فيديو قريب بحول الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة